أخذنا في حل المعادلات الخطية عدة طرق أخذنا طريقة الحذف وطريقة التعويض وكان عندنا سنأخذ بقية الطرق وهي طريقة المحددات وطريقة المصفوفات طريقة المحددات بما تسمى بطريقة كرامة شرطها أن يكون عدد المعادلات سوى عدد المجاهل والدلتا لا تساوي صف من هي الدلتا؟ هي معاملات المجاهل معامل X معامل X معامل Y معامل Y وإذا كانت ذات ثلاثة مجاهل بالمثل أهم شيء أن تكون معاملات X في الصف الأول العمود الأول معاملات Y في العمود الثاني معاملات Z في العمود الثالث وهكذا وهذه الطريقة تعتبر من أفضل الطرق لسهولتها وبالذات إذا كانت المعادلة ذات ثلاثة مجاهل هذا المثال هنا هذا هو ملخص هذه الطريقة أننا نوجد دلتا واحد ونقسمها على الدلتا ودلتا اثنين على الدلتا من هي الدلتا؟ هي قيمة محدد المعاملات المجاهل أما دلتا واحد فهي نفس مصفوفة المعاملات غير أننا سنستبدل معاملات X بالحدود الثابتة المطلقة ودلتا اثنين هي نفس معاملات المجاهل غير أننا سنبدل معاملات X اثنين بالحدود المطلقة الذي هي B واحد وباثنين هذا المثال سيوضح النظرية السابقة وكيف تستخدم المحددات في إيجاد حل هاتين المعادلتين نحن حلينا المعادلتين بالحث والتعوير الآن باستطاعتنا أن نحل هاتين المعادلتين باستخدام المحددات من هي مصفوفة المعاملات؟ لاحظ لازم تكون X واحد تحت X واحد يعني واحد واثنين X اثنين مع X اثنين معامل X اثنين بواحد معامل X اثنين بسالب ثلاثة انتبه بعض الطلاب يكتب الثلاثة فقط وينسى السالب كيف سنوقد مصفوفة دلتا مصفوفة المعاملات؟ بنفس ما أخذناه سابقا نضرب القطر الرئيسي يطلع سالب ثلاثة ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي واحد في اثنين باثنين الناتق سالب خمسة هذا ما يسمى دلتا الآن يبقى عندي لازم أوقيت دلتا واحد ودلتا اثنين كيف نوقيت دلتا واحد؟ نستبدل X واحد هذا العمود بالحدود المطلقة الذي هي واحد وسبعة يعني نغير واحد واثنين نكتب بدلها واحد وسبعة ثم نوجد الدلتا بطرس الطريقة السابقة سالب ثلاثة واحد في سبعة بسالب سبعة الناتق سالب عشرة ثم نوجد دلتا اثنين بنفس الطريقة معاملات X واحد زي ما هي معاملات X اثنين نخذها ونطرح بدلها الحدود المطلقة واحد وسبعة ثم نضرب واحد في سبعة بسبعة ناقص واحد في اثنين بثنين سبعة ناقص ثلين خمسة الآن نستطيع أن نوجد X واحد وX اثنين X واحد يساوي دلتا واحد على دلتا دلتا الواحد موجود بسالب سبعة سالب عشرة والدلتا موجود وقدناها بسالب خمسة سالب على سالب موجب عشرة على الخمسة من اثنين أما دلتا اثنين فتساوي دلتا اثنين على دلتا دلتا اثنين موجود بخمسة إذن نقول خمسة على الدلتا الذي هو سالب خمسة خمسة على خمسة بسالب واحد إذن قيم اكس واحد باثنين وسالب واحد